السلام عليكم أخواتي محبابكم في قناتكم جمالك من الطبيعة اليوم جبت لكم واحد الوصفة اللي هي جميلة جميلة جدا ومفيدة ومكونات جديدة وقبل ما نبدأ اللي ما زال ما تشاكش في القناة تشاك ودي تعليق ودي لايك وتباطجي هاد الفيديو اللي عجبها للعائلة والأصدقاء والأخوات والعمات والخالات يعني كل شيء يستفد ونبدأوا على بركة الله قلنا عدنا واحد جوج دي المكونات اللي هما رائعين عدنا القرنفل كيف ما تتشوفوا يعني هم وجود في أي بلد يعني القرنفل يعني القرنفل الأسماء دياله كاتية وكاتية جدا القرنفل هو يكون على هذا الشكل يعني فهو مفيد جدا يعني تنطيب به تنديوه للجسم ديالنا تنديوه للشعة ديالنا يعني فهو مفيد عنده واحد الفائدة اللي هي لا تحصى ولا تعد وعدنا كذلك هذا المكون الثاني اللي هو زيت الزيتون فهو غني عن التعريف يعني مزيال البشرة كذلك ومزيال الشعار ومزيال الطياب يعني بالزاب ديال الحويج يعني تنديوه للجميل والأكل كذلك يعني فهو مفيد 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 جدا يعني ما تيخطأ أي بيت من بيوت المغايفية غادي نبدأ على بركة الله الوصفة ديالنا يعني قبل ما نبدأ غادي نشوف الفوائد ديال هذا القرن في هذا يعني فهو يعني تيحتوي على خواص يعني طبيعية تحتاج لها يعني تحتاج لها الشعار يعني هاد الخواص طبيعية تحتاج لها الشعار يعني هي هاد الخواص هدي هي اللي تتكبأ يعني الشعار تتزيد فيه وتتطوله يعني بشكل صحي وتكتف كذلك ديال الشعار بهذا العشباء العجيبة وذلك يعني من خلال تنعالج ديال فاوة ديال رأس ديالنا يعني اللي فيها شي قشرة ولا فيها يعني شي حاجة ديال هذا يعني تنعالج ديال فاوة ديال رأس ديالنا اللي تتأدي لتساقط الشعار يعني إلى ما دتلنا ديال فاوة ديال رأس فهي بالتالي تتأدي لنا إلى تساقط الشعار وكذلك هذا القورن في هذا يساعد على تقوية بصيلات الشعة وبالتالي ينمو بشكل سليم يعني تيقوي دوك البصيلات تيقويها يعني تنعني بهذه الكلمة هذه يعني تيقوي دوك البصيلات يعني تيقويها سبحان الله العظيم وكذلك هذا القورن في هذا تيدي واحد اللمعان ونضاعة الشعة يعني تيكون يعني واحد اللمعان سبحان الله فذاك الشعة يعني لا تبعتي ودومتي يعني هاد القورن في على الشعة ديالك فهو تيحتاء يعني تيكون في يعني القورن في فهو غني بالفيتامينات غني بالفيتامينات والعناصر التي تمنح الشعة النضارة واللمعان والحيوية وبالتالي يعني تيعلج لنا جفاف وتقصف الشعة الذي ينتج عنه تلف الشعة وتساقطه يعني تيعلج لنا ذك التلف وذك التقصف ديال الشعة ديالنا نعم غادي نشوفو يعني هاد الوصفة ديالنا ديال اليوم غادي نحتاجو يعني القورن في المطحون بودا غادي نطحنوه غادي نطحنوه هاد القورن في هادا تتايوي بودا وتنزيد عليه ماء الواد أنا أعطيه ماء الواد هناك تنحتاجو الماء الواد هواد يعني تنهزو أبعاد ديال المعاليق ديال القورن في البودا وكاس من ماء الواد وتنزيد عليه يعني جوج ديال المعاليق من زيت الزيتون يعني تننخدو أبعاد ديال المعاليق من القورن في البودا زائد يعني كاس من ماء الواد ثم ملعقتان طعام زيت زيتون وتنزيد عليه للقيتو زيت الخاوع أنا غا ما تصبتش عندي يعني ما كيناش عندي ليست متوفية لدي عندنا يعني زيت الخاوع تاية تنزيدها جوج ديال المعاليق من زيت الخاوع يعني تتكون بحال هذه طائعة هذه يعني بحال هذه تتكون زيت الخاوع وتنزيدها على هذه المكونات يعني 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 وتنسجم وتنسجم هذه المكونات يعني تنسجم مع بعضيتهم وتنطاكوهم يعني تنخليهم في الشعى لمدة لا تقل عن ثلاثين دقيقة ثلاثين دقيقة لتن نوضعه على الشعى ديالنا ثلاثين دقيقة لا أقل ولا أكثر يعني وتنغسله بالشامبوان والماء هذا بالنسبة لتطويل الشعى يعني اللي بغى يطوله الشعى دياله وصدقوني أخواتي فهذه الوصفة هذه فهي يعني جد جد رائعة ومجاربة ومئة بالمئة يعني وقعت على هذا الوصفة هذه عادة حطيتها لكم في هذا الفيديو هذا يعني مثلا حق شو تنقول لكم الوصفة من غاصي ولا يعني تنقع لها وعادة تنحطها يعني في الفيديو وكذلك أخواتي الكائمات يعني لتنعيم الشعر لتنعيم ديالشعر يعني تنحتاج الحليب مع القرنفل يعني الحليب مع القرنفل تنخلطو الحليب والقرنفل بودا كذلك وتنخلوه في الشعار ديالنا مدة ستين دقيقة يعني ساعة ساعة وتنغسله بشامبوان والماء يعني اللي بغا يقول لي الشعر ديالو اللي عنده يعني فيه تجعود وفيه اسميته يعني يعني هاد الوصفة هادي فهي جد رائع الحليب والقرنفل بودا وكذلك أخواتي يعني هاد ماء الواد فهو مزيان التجاعد كذلك تيصلاح للتجاعد وبالنسبة للعين يعني اللي عنده حميرها في العين يعني تيقطع واحد قطع في العين ديالو فهو جد رائع وبالنسبة التجاعد يعني تدهني الوجه ديالك فهو جد جد رائع ولكن دوم عليه ماشي غا اخطع والله سميته وتقول ما مقدلي يعني هاد فهو يعني مزيان للتجاعد صدقوني أخواتي هاد الوصفة اللي يعطيسكم فهو يعني مجعبة ومضمونة مئة بالمئة وهكده نكون هنا يعني الوصفة دياليوم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وباركاته سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة